أحسن الله إليكم وهذا سهل يقول يدائي البعض أن مسألة العذر بالجهل خلافية فما هو الحق مع التفصيل أولا اشتغال طلبة العلم والمبتدئين بهذه المسألة العظيمة لا ينبغي لا ينبغي لهم يشتغلون بهذا لأنهم يسهلون على الناس الكهر والشرك يقولون أنتم جهال ولا عليكم ينبغي أنهم يمسكون عن هذا الشيء لا يفتحون للناس الأبواب التي تسهل عليهم البقاء على الشرك والكهر بل يحذرون وينذرون من هذا ويخوهون الناس ما يقولون لهم والله أنتم جهال والجاه المعذور وما أسبح ذلك هذه مسألة خطيرة لا ينبغي الدخول فيها إلا لأهل الاختصاص وأهل العلم وأما الطلبة والمبتدئون لا يجوز لهم الدخول والخوض في مسألة العذر بالجهل هذه تحتاج إلى تحرير وإلى شروط وضواضط لا يعرفها إلا خواص العلماء نعم